تحت مبررات كورونية تشهد عكا فصلا جديدا من فصول العنصرية حيث أغلقت البلدية شاطئ أرجمان أمام الزوار الفلسطينيين الوافدين من الضفة الغربية والقدس المحتلة سياج ولافتات تحيي في الأذهان مشاهدا للفصل العنصري كاد العالم الحديث أن ينساها مشهد شبيه بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عندما فصلت الحكومة هناك بين البلدية والسود وضعت هي الأخرى لافتات تشير إلى السماح فقط للبيض بالدخول إلى الأماكن العامة وسنت قوانين لتثبيت هذا الفصل فصل المكان عن أصحابه إلى العنوين استمرار ارتفاع الإصابات الخطرة بكورونا وإعادة فتح أقصام كورونا في المشافي غضب في عكا بعد إغلاق شاطئ بحجة كورونا واتهامات للبلدية باستهداف الزائرين الفلسطينيين ككالي يسجل عراض فلسطينية باسمه ما يهدد بترحيل واسع لعائلات فلسطينية أهلا بكم حذر مراقب الدولة السابق يوسف شبيرة قبل سنة تقريبا مسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية من تعارض بين تصدير التكنولوجيا الأمنية وبين انتهاك حقوق الإنسان وذكر هذا في سياق شركة NSO التي طورت برنامج بيغاسوس التجسسية عبر الهواتف النقالة وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن شعبة مراقبة صادرات الأمنية في وزارة الأمن لم تتخذ إجراءات ملموسة لمراقبة هذه الشركة كما وفتحت وزارة الأمن تحقيقا ضد NSO مؤخرا في أعقاب نشر تحقيق في وسائل إعلام عالمية وضغوط دولية ألغت الشروط الإسرائيلية حركة القطارات بين محطتي حفا كرميل حيفا و بن يمينة وذلك في أعقاب مظاهرة لذوي الإحتياجات الخاصة عند تقاطع الطريق مع سكة الحديد بالقرب من عتليته احتجاجا على سوء الظروف المعيشية مطالبين بتحسين ظروفهم في جميع مجالات الحياة واضطرت سلطة القطارات إسرائيل إلى إنهاء رحلة القطارات القادمة من الشمال مؤقتا في محطة حيفا حفا كرميل فيما انتهت القطارات القادمة من الجنوب في محطة بن يمينة دخلت أنظمة تأشار الخضراء الموسعة حيز التنفيذ اليوم الأحد وسط تصاعد المنحنة الوبائية في البلاد وتسجيل ألاف الإصابات نهاية الأسبوع الماضي مع ارتفاع الإصابات الحرجة إلى 324 حالة وبموجب التقييدات الموسعة لا يسمح بدخول قاعات الأفراح والمؤتمرات والفعاليات الثقافية والتربوية والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية والفنادق ودور السينما ودور العبادة إلا لمن تلقوا اللقاح أو المتعافين ومن يظهر نتائج فحص سلبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحول آخر التطورات كورونا ينضم إليه هنا في استوديو دكتور عنان عباسي مدير المركز الطبي ذيف صفد أحلا بك دكتور عنان أهلا فيك أولا ما رأيك في الموجة الرابعة حاليا لكورونا هل هي شبيهة بالموجات السابقة طبعا الموجة هاي احنا بأولها الغير شكل عن الموجات السابقة هو أنه هاي الموجة شفنا أنه ماخدين التطعيم فيها عم بيعانوا من أمراض اللي هي من المرض كورونا اللي هو مخفف يعني هذا شكل ملحوظ جدا واللي عموصل إلى وضع أنه محتاجوا العناية المكثفة والحالات الحرجة يعني بالأساس الناس اللي ماخدوش التطعيم هذا الفرق الواضح بين الموجات السابقة الأولى التاني والتالتي وبين هاي الموجة بشكل خاص هذا بقول أنه فيش إغلاق قريب صعب الواحد يقول طبعا جزء كبير منه بتعلق بتجاوب الناس والجماهير كيف تتجاوب مع الحالي احنا شفنا شهدنا أنه المطارات المطار مليان والناس كميات سافرت لخارج البلاد هذا ممكن بس يرجعوا من السفر ممكن نشوف الازدياد بالحالات مع العلم أنه كمان فيه الاعياد اللي جاء على الأبواب اللي كمان ممكن تزيد الحالات بسبب التجمعات وطبعا فيه الأعراس اللي هي بدون شك ممكن تكون سبب مسبب لهذه الزياد واللي عادت بكثرة على ما يبدو طيب توسي وزارة الصحة الإسرائيلية بتلقي اللقاح الثالث بينما الاف دي آي عدا ما زال يرفض أو لم يصرح باللقاح الثالث ما رأيك في هذا الموضوع هنا فيش جواب واضح بالنسبة لهذا الموضوع ولكن المختصين والخبراء في المجال بنصحوا فيه استعمال وأخذ التطعيم الثالث طبعا نبحكي في البلاد خارج البلاد فيه توجهات اللي هي خاصة بمش بس الإجراءات البحثية والعلمية وإنما كمان بما يسمى بالعدالة والمساواة العامة فيه مجتمعات وفيه دول اللي بعدها مش ماخد التطعيم الأول وهون في البلاد احنا وصلنا للتطعيم الثالث فهي واحدة من الأسباب اللي كمان ممكن يكون في ضغط على أنه ما يتوسعش موضوع التطعيم الثالث ويتأخذ يعني بقولوا أنه يعني بسبب وجود دول فقيري اللي لم تحصل على اللقاح حتى الآن يعني تسبب دخول متحور دلتا لأنه مش كل العالم عم بتطعم بشكل متساوي ما رأيك في هذا الادعاء؟ مظبوط هاي واحدة من التفسيرات والتحليلات في هذا الموضوع طبعا دول اللي فيها وطيرة التطعيم هي بطيئة أو بالمرة فيش تطعيم ممكن بالفعل تأدي لأنه الفيروس يقدر يأخذ حالات أخرى وجديدة زي حالة دلتا وفيها بيحكوا على حالات أخرى والسفر زي ما ذكرت سفر الناس للمواطنين للخارج ممكن يجلب لإلنا هذا التغييرات اللي عم توصلنا فممكن يكون جدا موضوع التطعيم البطيء الوطيرة البطيئة أو عدم التطعيم بالمرة تعالي نحكي على المجتمع العربي أكتر من 50% من الحالات الشابة هن مرضى كورونا صعبين يعني من حالات صعبة ليش برأيك هاي الوطيرة في المجتمع العربي هالأدي عالي؟ ممكن جزء منه هو من بسبب حالات أليلة للتطعيم نسبيا مقارنة بالمعدل القطري وهي واحدة من الشغلات اللي احنا عم نحفز عليها إنه لأخذ التطعيمات أول الشي بشكل أول للتطعيم الأول والتاني واللي أخذ التطعيم الأول والتاني فوق جيل الستين مع الأمراض الخلفية إنه ياخد كمان التطعيم الثالث زي ما احنا شاهدنا في المجتمعات اللي بكون فيها نسبة تطعيم أقل كمان هذا اللي عم نشهده في الأقسام عم نشوف إن الحالات عم بتكون أصعب في أجيال مبكر أكتر حتى الجيوم أجيال الأربعينات عم بوصل الوضع أنهم بحتاجوا عناي مكثفي وحالات حرجة عم توصل لعيننا لعنكو هذا السؤال التالي لعنكو على مستشفى صفاد شو وضع أول شي تعني بلا شو بمستشفى صفاد هل المستشفى برأيك مهيئ لاستقبال حالات صعبة يعني نعرف إحنا الحالات الصعبة هي عمليا الموجة الرابعة يعني الموجة يتعد بالحالات الصعبة إذا في موجة أو ما في موجة هل المستشفى في صفاد مهيئ لاستقبال الحالات الصعبة؟ طبعا إحنا عنا التهيئات اللازمة وأقمنا فتحنا قسم كورونا قبل ما يقارب الأسبوع أو عشرة أيام والحالات في تزايد لغير شكل عن الموجات الأولى إحنا ما كناش عارفين بعدنا شوه المرض وكنا على استعداد نسكر خدمات معينة زي خدمات جراحية وما شابه خدمات في العيادات عشان نقدر نعطي الأولوية لمرضى الكورونا اليوم احنا التوجه طبعا شوي مختلف احنا مكملين سيرورة العمل العادية في المستشفى بشكل اعتيادي مع الحفاظ على الخدمات الجراحية والعيادات وهيئنا قسم كامل لغرض علاج الكورونا احنا من ناحية الخدمات كمستشفى اللي هو يعد مستشفى صغير ومش في مركز البلاد واضح أنه فينا فروقات ليهي مش من اليوم من سنين طويلة ممكن نقول أنه فيه فروقات فيه تجهيز المستشفى من ناحية التواقم الطبية وهذا طبعا إلو وزنه لما نتوجه لها علاج كميات كبيرة من المرضى اللي هن بحالات حرجة حالات المحتاجة تنفس طناعي وما شابه يعني ممكن أنه يحتوي المستشفى جميع الحالات السعبة اللي ممكن تطلع من كورونا اليوم فيه توجه من وزارة الصحة اللي بقسم للمستشفيات حسب كبر المستشفى الحجم تبعه وحسب التواقم اللي فيه فيه تأسيم واضح قديش كل مستشفى مفروض يستوعب حسب خطة اللي هي فيه الخطة بسموها الخضراء بعدين الصفرة أو البرتقالية وما بعد الحمراء اللي بنتأمل وما نحتاج نوصلها اللي كل مرحلة فيه لها أول مرحلة الخضراء اللي هي بدون ولا أي تطرق للخدمات الاعتيادية بالمستشفى نحافظ على الخدمات الموجودة ونعمل العلاج هذا المرحلتين الأولانيات نحن نقف فيهم بكل سهولة ونعطي الخدمات اللازمة إذا وصلنا للحالات الحالي الحمراء ما يسمى في استعدادية وجهزية المستشفى رح نحتاج نقف خدمات أخرى اعتيادية وللأسف رح يدور في المواطنين في المنطقة في الشمال طيب موضوع يعني ما تروح على الطاولة الآن وبحب أسمع رأيك فيه هو موضوع تطعيم الأطفال خاصة مع اقتراب بالسنة الدراسية يعني ما رأيك في هذا الموضوع وما رأيك أصلا في كل عودة المدارس بشكل شبيع يعني تقريبا عادي مع تغييرات طفيفة في المنظومة ولكن عودة عادية للمدارس بشكل عادي نحن من ناحية التطعيم التطعيم اللي تم فحص نجاعته فوق جيل 12 وهذا اللي منصوح فيه حاليا لكل الطلاب في اليوم شأن هل يتم التطعيم زي التطعيمات الأخرى اللي مدروجي دارجي في التطعيمات العادية لأطفالنا ما قبل الكورونا كانوا يعطوها في إطار المستشفيات الموضوع هو أنه التطعيم هذا طريقة حفظه والتداول معه والتعامل معه هو أكثر مشدد وبشكل خاص ففيه شوية ترقب يعني وشوية حالات اللي هي البعض بفضله أنه ما يكونش في إطار المدارس وأنه ما يكون في إطار المستشفيات أو العيادات في صندوق المرضى نحن منعرف أنه إذا وصلنا لوضع أنه في نسبة تطعيم عالي ممكن تنفتح السنة الدراسية بشكل اعتيادي بدون حاجة لأي تشديدات ولكن إذا استمر الوضع زي ما هو ممكن بالفعل مع هاي الموجة اللي عم تتزايد ومع عودة الناس من الخارج زي ما ذكرنا والأعراس وما شابه ممكن نحتاج أن نكون في حال معينة في عرش الزا بالنسبة لإغلاق ولكن ممكن يكون تشديدات أو توزيع الطلاب كمامرة لأيامات جزء يكون هبريدي ما يسمى من قريب من التعليم وجزء من البيت يعني على أمن أن لا نصل لهذه الحالة وأن لا نواجه أعداد كبيرة شكرا لك دكتور عنان عباسي مدير المركز الطبي زيف في صفات شكرا لك إدارة أكبر أزمة صحية يشهدها التاريخ لم يكن سهلا على أي دولة وفي إسرائيل رافقت الأزمة الصحية أزمة سياسية خلال الموجات الثلاث الأولى ولكن الآن مع تغيير الحكومة كيف ستدير إسرائيل هذه الموجة وبماذا تختلف عن الحكومة السابقة تقرير زميلة رمح مفيد إغلاق رابع يهدد عودة افتتاح المدارس والجامعات ويتسبب بافتتاح المستشفيات لأقصام مرضى الكورونا الذين ارتفع عددهم من 20 مريضا في حالة حرجة في شهر يونيو إلى أعتاب الأربعمائة مريض اليوم حكومة نفتالي بنت ويائيل بيد تواجه معارضة داخل لإتلافه لفرض الإغلاق فترة الأعياد اليهودية في شهر سبتمبر وكانت وزيرة التربية والتعليم إفعاد ساسا بيتون أول من طلب اليوم في جلسة الحكومة بإزالة دراسة مقترح فرض الإغلاق عن جدول أعمال الحكومة ورئيس الحكومة نفتالي بنت يحارب الجائحة بتشجيع المواطنين بالحصول على جرعات التطعيم في الوقت الذي يفرض إجراءات احترازية تكاد لا تمنع الانتشار نحن نقل من قبل يتحق الآن أن الناس على الأحصول يكون الهدفة العالم لإجراءات الإغلاق لتفصل بالخصوص هرمي هناك اندكن أن تعلم أن تعلم بهم يدخل بمنان العمل تأخذ هذه المعني أن تعلم الزين الآن ورغم امتناع الحكومة إلا أن العديد من مديرين المستشفيات والمسؤولين في قطاع الصحة يعترفون بأهمية فرض الإغلاق الذي وفق رأيهم لا يلغي دور مسؤولية المواطن الشخصية كل مرة صار في إغلاق نزلت بشكل ملحوظ عدد المصابين بفيروس الكورونا بس السؤال اللي بترح نفسه هل هذا هو الحل؟ الحل حسب رأيي الشخصي أنه الحل هو مش أنه تيجي بس تعمل إغلاق الحل زي ما حكيت قبل أنه كل مواطن يأخذ حاله المسؤولية هذا مرض اللي على الأغلب راح يظل معنا إذا مش للسنين الجايات للأشهر اللي جاي علينا راح يظل الفيروس الكورونا معنا موجود لازم نتعلم كيف نعيش مع هذا الفيروس أما وزير الصحة الإسرائيلي من حزب ميرتس نيتسان هوروفيج فقد دفع بخطوة تعتبر نقلة في عالم الفحص إذ وفر فحوصات للفيروس نتائجها سريعة ومتاحة للمواطنين في الصيدليات خطوة أخرى تضاف إلى مساعي حكومة التغيير التي تمتنع عن الإغلاق أما الحصول على التطعيم الثالث لمن هم فوق سن الستين فلم يقلل عدد المصابين يوميا ووضع دول في القائمة الحمراء للسفر لم يساهم كذلك في لجمي الانتشار الحكومة الجديدة تلتزم ببرنامجها السياسي إذ كانت معارضة للإغلاق في عهد نتنياهو وتحاول الامتناع عنه لكنها في المقابل تتخبط في خطواتها ربما كي لا يقال بأنها تناقض نفسها وبأن سياسة نتنياهو بالإغلاق كانت صحيحة رغم التكلفة المالية الباهظة لأصحاب المصالح التجارية وحول هذا الموضوع ينضم إليه دكتور عبدالله أبو معروف متخصص في الكلة والمسالك البولية وطبيب عائلة هو أيضا عضو مكتب سياسي في الحزب الشيوعي أهلا بك دكتور عبدالله عندما ننظر إلى إدارة كورونا في الموجات الأولى مقارنة مع الموجة الحالية ماذا برأيك أو ما الفرق برأيك الأساسي في إدارة الموجات الثلاث الأولى وبين إدارة الموجة الحالية مساء الخير إليك أختي ولجميع المشاهدين طبعا لا شك أولا الظروف تختلف بينما في بداية الكورونا والآن أصبح لنا معلومات أكثر وخبرة أكثر وفهم أكثر لكل ما يتعلق بالكورونا بشكل مع أنه توجد حتى الآن أشياء غير واضحة لكن بشكل عام طبعا العلم والخبرة وكل حيثيات الكورونا الآن بعد فترة السابقة توجد نوعية أخرى من التاكتيك أو الاستراتيجية التي يمكن اتخاذها ويمكن أن نتعلم من أخطاء أو تجربة السابقة التي كانت خلال كل هذه الفترة طبعا كانت فترة صعبة ولا شك إذا قيمنا الفترة السابقة فترة نتنياهو لست فقط أنا الوحيد أن أتكلم بذلك جميع المختصين وحتى السياسيون أنه كان أحيانا بشكل أو بآخر استغلال سياسي لأزمة الكورونا وهذا لاحظناه كثيرا حتى في ظل محاكمة نتنياهو وفيش محاكم محاكم أغلقت وطبعا لا شك أنه كان هناك استغلال سياسي لأزمة الكورونا نعم طب الآن دكتور كيف تتم اتخاذ قرارات؟ لأنه تم اتهام الحكومة السابقة باتخاذ قرارات سياسية اليوم هل يمكن القول أن القرارات فقط هي قرارات تتعلق بصحة الجماهير؟ أم هناك أيضا أمور سياسية خلف هذه القرارات؟ لا شك يجب أن نضيف بموضوعية أيضا مع أنه كانت هناك أمور سياسية تدخلت أو دخلت في كل حيثيات الكورونا مع زمن نتنياهو لكن طبعا التعامل كان نقول عنه كان ناجح وطبعا من حيث اللقاحات وإجراء اللقاحات وكل هذه الأمور وحتى الحجر الصحي وكل هذه الأمور لكن طبعا الآن الحكومة تريد أن تعيش مع الكورونا كما في دول أخرى في موديلات الدول الأخرى ويوجد أربع موديلات التي تعيش مع الكورونا أستراليا، سويد، ما يحدث هنا وما يحدث في أوروبا بشكل عام نعم ولكن دكتور هذه الدول أغلقت المطارات يعني على الأقل دول الإسكندنافية والنموذج الناجح في الدول الإسكندنافية هو إغلاق المطارات يعني إسرائيل لا تغلق المطار نعم هذا ما أردت أن أقوله حتى في التعامل مع السابق كان هناك فوضى والآن يعترف أنه كان هناك فوضى بتعامل نتنياهو مع المطار الآن الحكومة بالفرق أنها تريد أن تكون تعليمات صارمة بالنسبة للطيران من يدخل إسرائيل توجد حتى الآن دول ممنوعة دخول ودول إذا دخلت منها يجب أن يجرأ فحوصات طبعا أو وسعت الدول التي يمنع الدخول منها إلى إسرائيل ومن ناحية داخلية هي تريد التعاوش مع الكورونا نتيجة لعدم أدرات اتصادية عدم حدوث أدرات اتصادية للمستقلين للعاملين بشكل عام هي تريد أن تتعلم من الخبرة السابقة الاقتصادية الذي كان ضرر اتصادي شيئا ما بينها على خطاعات واسعة من المواطنين والآن تريد الحكومة وطبعا بخطتها أن تقلل الضرر الاقتصادي ولذلك هي ليست متوجهة بشكل صارم أو بشكل مبرمج أو بشكل استراتيجي لإجراء حجر صحي وهي أعلن حتى اليوم المجلس الوزاري أعلن أنه في بداية سبتمبر بداية أيلول ستكون المدارس تفتح ويضع بطلاب المدارس أنا أرى الأمور كمراقب أو كطبيب أرى ممكن أن تكون هذه خطة الاستباقية يوجد حتى الآن فرصة للرقابة وإجراء التطعيمات وإجراء بحثات أو استنتاجات ما سيحدث خلال الأسبوعين وبما أنه شهر أيلول هو شهر أعياد وكمية الدراسة تكون فيها قليلة وفقط أيام معدودة أنا أقول من ناحية كان من الأفضل أن تفحص إمكانية الآن عمل أجراءات احتياطية ويبرمج فتح على السنة الدراسية في بعض الأعياد اليهودية يمكن هذه الخطة حتى تكلم عن بعض العلماء وبعض الأطباء وأنا أيضا أقول أنه يمكن مع أنه حتى الآن يوجد ثلاث أسبوع حتى بداية أيلول أنا أرى في ذلك خطة استباقية خطة متسرع القرار بفتح السنة الدراسية في الأول وهذا النقاش بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم تريد أن تفتح المدارس ووزارة الصحة تريد أن تفتح المدارس ولكن بإجراءات احترازية أخرى في دقيقة لو سمحت دكتور ما رأيك في هذا السجال؟ أولا يجب أن تكون القرار قرار مهني وطبي وطبعا نعرف الحيثيات بالنسبة للدراسة للأهل والأباء والأمهات والطلاب يجب أن يضعبوا للدراسة لكن يجب أن نأخذ هنا الأمور بعين الاعتبار فقط الأمور الصحية وهي مصلحة الطلاب من ناحية الصحية ومصلحة المواطنين من ناحية الصحية وأنا مع الموقف الذي يقول أنه يجب التروي وليس مع موقف وزارة التعليم لماذا؟ لأنه ليس عندها إمكانيات اعتصادية ومالية لأن تعقوم بإجراء التعليم عن طريق الزوم وهنا حيثيات أخرى يجب الدخول فيها في الصميم لكن بشكل عام يجب أن يتأخذ الموقف الصحيح المهني من عبر بزارة الصحة من عمر المختصين بالنسبة للأمر الكورونا وليس من عمر بزارة التعليم نعم لازال هناك تقريبا أسبوعين لي أو ثلاثة أسبوع نعم ثلاث أسبوع ربما يتغير الأمور شكرا لك دكتور عبدالله أبو معروف متخصص في الكلا والمسالك البولية وطبيب عائلة وعضو مكتب سياسي في الهزب الشيوعي شكرا لك ونبقى في المجتمع العربي الذي وصل به نسبة الحالات الصعبة عند الجيل الشاب أي تحت 55 إلى 50 بالمئة وهي نسبة عالية جدا ومثيرة للقلق الأسباب نعرضها في التقرير التالي خمسون حالة جديدة أضيفت على مجمل الحالات الخطرة جراء فيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة فقط ليصل العدد الكلي للإصابات الخطرة إلى 350 إصابة وهي قفزة نوعية لها دلالات وانعكاسات خطيرة على المدى المنظور وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا التدهور السلبي اليوم نحن بفترة اللي لازم يكون فيها وضع المنشفيات كتير هويا وفيش ضغط على المنشفيات بس اليوم نحن نوصل لوضع أنه نحن بالصيف بالفترة اللي هي فترة اللي لازم تكون في عندك من ناحية الأقصام الداخلية تكون عندها الضغوطات في عندنا ضغوطات قبل الكورونا عشان هيك معقول نوصل لوضع أنه نينج بنعمل إغلاق مش بسبب بسبب الكورونا بسبب ضغوطات على الأقصام الداخلية في المستشفيات بتأمن ما نوصلش لإغلاق بس كيف إحنا ماشيين وكيف الأرقام ماشي بتنبئ أخبار مش مليحة ورح تفرج ارتفاع كتير عالي في الحالات الصعبة والوفيات وفي المجتمع العربي تبدو المعطيات أكثر قلقا في ظل استهتار الكثيرين بالتعليمات وخاصة بما يتعلق بالأعراس وعدم الالتزام بالشارة السعيدة والشارة الخضراء حيث تشير المعطيات إلى أن 50% من الحالات الخطيرة في المجتمع العربي هم من فئة الشباب إحنا شوفنا بالجولة الثالثة نسبة الوفيات والحالات الصعبة في المجتمع العربي أعلى بكتير المجتمع اليهودي وبالأعمار الصغيرة ليش النقطة هاي مهمة؟ لأنه إحنا عنا اليوم الخلفيات المرضية السكري والضغط والسمنة عادة متبلش بالعمر الاربعين وخمسين اليوم إحنا عم نشوف بالمجتمع العربي أنه بالعمر الثلاثين في عنا خلفيات مرضية يعني مجتمعنا هو أخطر بخطورة في عنا أخطر خلفيات مرضية بعمر أصغر وإحنا مندير بالناها أقل ورغم حملة التطعيمات بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للكورونا إلا أن وطيرة انتشار الوباء ما زالت في منحة صعودي وقد تزداد هذه الوطيرة خلال الأسبيع القادمة مما يستوجب فرض إجراءات أكثر صرامة كفرض إغلاق شامل على البلاد وهو ما لا يحظى بإجماع كافة أطراف الحكومة الحالية حتى الآن سور عكا لم يحميها من الفصل العنصري ومن التمييز فقد نصبت بلدية عكا سياجا حول شاطئ عكا الملقب بأرجمان الذي كان جزءا منه يسمى مسبح عثمان بإدعاء ضبط النظام في الشاطئ في ظل إزدياد أعداد الفلسطينيين الذين يتوجهون من الضفة الغربية والقدس المحتلتين إضافة إلى الأعداد الكبيرة من العرب الفلسطينيين من الجليل والمثلث والنقب إلى شواطئ عكا للاستجمام والسباحة عكا وبحرها وأسوارها وسوقها أصبحت محطة أنظار المستجمين من شط المناطق تحديدا في هذه الأجواء الحارة لجأ إلى هذا الشاطئ مئات الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية ليقضوا بعض الوقت في بلادهم لكن هناك من قرر غير ذلك حين شرعت بلدية عكا بإغلاق الشاطئ بحجة الخطوات الاحترازية بسبب موجة كورونا الحالية نحن مع النظام والتنظيم وأن لا نحرم أحد من حقه الطبيعي في استعمال كل الأمور لربنا سخرها وخلقها وبالذات البحار والشواطئ ولكن نحن بالذات في هذه الأيام نحرص ونحضر بما يتعلق في قضية الكورونا والأعداد الكبيرة والفخصات الطبية وغير ذلك نحن مع حق الإنسان الطبيعي في ممارسة حقه في الدخول إلى كل مكان بالرغم من إدعاءات البلدية أهل عكا يخلفونهم الرأي بل إنهم يرفضون هذا القرار ويصفونه بالعنصري في غدون ذلك يسعون لتغيير هذا القرار من خلال بعض الخطوات الاحتجاجية ويقولون إن عكا ترحب بجميع زوارها الحاجز غير قانوني هذا بس من ضيقهم ومن عنصريتهم بصيروا أغمية بيعملوا حواجز بهذا الشكل هذا الحاجز غير قانوني ومخالف لتعليمات الوزارات الإسرائيلية ولتعليمات القانون الإسرائيل اللي بقول إنه لازم الشواطئ تكون مفتوحة ومتاحة لكل المواطنين ولكل الناس إحنا مدينة سياحية إذا هاي الإجراءات منعت يوم جمعة سبت لأن الأيامات اللي بيجي فيها سواح وزوار لمدينة عكا منعت أكتر من أربعين لخمسين بالمئة من السواح اللي معتدين عليهم يدخلوا للمدينة وهذا الأمر ضرب المرافق السياحية زي المطاعم والدكاكين والكيوسكاتو والأهاوي اللي تستنى هذول اليومين حتى يكون في عندها دخل حتى تقدر تقوم بواجباتها المادية يقول البعض في نهاية الأمر إن هناك طرق كثيرة أخرى للتعامل مع الدعاءات البلدية التي اختارت اتخاذ قرار يظن الأهالي إنه عنصري بامتياز لكن أهالي عكا مصرون أن عكا وشواطئها للجميع بما في ذلك أخوانهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة وحول هذا الموضوع ينضم إليه سامي هواري مستشار إعلامي من عكا أهلا بك سامي ما الذي حصل تحديدا في عكا الأسبوع الماضي؟ أعتقد بأنه الذي حصل هو غيري وضيق عين من قبل بعض المتنفذين في بلدية عكا لقد رأوا عشرات بل ومئات الحافلات التي تحضر آلاف الفلسطينيين وألاف الضيوف من الداخل أيضا إلى مدينة عكا ورأوا السياحة المزدهرة والمصالح العربية تزخر بالزائرين فأحب أن يضعوا حدا لهذا الازدهار السياحي معروف أن مدينة عكا هي مدينة سياحية تعتمد على استقبال الزوار عربا ويهودا وسياحا من خارج البلاد فلا أعرف ما الحكمة التي أتت بها بلدية عكا والقائمين عليها في إغلاق هذا المنفذ الذي يستقبل العشرات بل والمئات من الحافلات يوميا نعم يعني هي ليست المرة الأولى التي تحاول بلدية عكا التضييق على السكان العرب هل هي سياسة مستمرة ممنهجة ضد أهالي عكا أيضا لتشويش أو تغييب الطابع العربي عن هذه المدينة أعتقد بأن بلدية عكا والسلطات بشكل عام تعمل كل ما في وسعها من أجل تغيير هوية مدينة عكا وأعتقد أيضا بأن ما حدث قبل ثلاثة أشهر استوجب منهم بعض الفعاليات والعمليات التي تثبت بأنهم هم أصحاب القوة وأصحاب البيت وأنهم يستطيعون تربية على سبيل المثال العرب في مدينة عكا ولهذا يتخذون بعض هذه القرارات الغبية والتي سوف تضر في النهاية بمدينة عكا بعربها ويهودها أيضا اليهود لا يجدون أيضا مصلحة في ذلك في منع الفلسطينيين والزوار بشكل عام السمعة التي تخرج عن مدينة عكا وكأنها مدينة مغلقة تمنع اليهود أيضا من القدوم إليها لقد شهدت بأم عيني العشرات من ردود الفعل التي قام بها اليهود الذين يتحدون بلدية عكا ويقولون بأنهم سوف يأتون إلى شاطئ عكا وهم غير متطاعمين ويتحدون مراقبي البلدية بأن يمنعوهم من دخول هذا الشاطئ سامي ابقى معي وينضم إليه الآن المحامي ربيع إغباري من مركز عدالة أهلا بك ربيع قدمتم في مركز عدالة رسالة إلى المستشار القضائي بهذا الشأن ما مضمون هذه الرسالة أهلا المريم وأهلا لكل المستمعين إحنا فعلا تقدمنا يوم الخميس بعد النشر عن الموضوع برسالة طارئة للمستشار القضائي للحكومة وفي بلدية عكا بالإضافة لاحقا لبلدية الخضيرة اللي يعني أخذت خطوات مشابهة منع بساط من الدخول للحيز المدينة طبعا هاي مش محاولات شديدة بالسابق كان في ببداية شهر عمليا بشهر سبعة بالموازاة لعيد الأضحى كان في بلدية نتانيا اللي منعت حاولت منع عمليا بساط للفلسطينيين من الدخول من الضفر الغبيل من الدخول للشواطر وطبعا هاي المحاولات لمنع الحيز أو منع المنالية للحيز العام هي موجودة من زمان في حالات مثل من قبل سنتين بالعفولة محاولة منع يعني إغلاق المساحات العامة والمنتزهات للسكان العفولي فقط وطبعا كان فيه عمصرية وطبعا نعم سأعود إليك ربيع ربما هناك مشكلة تقنية سامي سأعود إليك ما هي الخطوات الاحتجاجية لهذه الخطوات الاحتجاجية عند سكان عكا سكان عكا يقومون بإدخال السياح والزوار بواسطة سياراتهم ويستقبلونهم بطريقة جميلة ومميزة أعتقد بأنه يعني إذا قمنا نحن كسكان مدينة عكا العرب بالخروج بشكل منظم وتظاهري نحو شاطئ أرقامان وأن نجلس على الشاطئ هناك ونثبت وجودنا ونأخذ معنا المياه والبطيخ والبوضة وما إلى ذلك سوف نثبت بأن هذا الشاطئ لنا وللجميع شاطئ مدينة عكا كما الشواطئ في البلاد جميعا هي شواطئ مفتوحة بقرار من وزارة الداخلية ولا أدري بأي حق تقوم بلدية عكا أو بلديات أخرى بإغلاق هذا الحيز العام يجب مقاضاتهم وكما قال زميلي من مركز عدالة يجب مقاضاتهم وليس فقط الاكتفاء بإرسال رسائل احتجاجية لهم أدعو من هنا من على محطتكم الموقرة أدعو الجميع من الضفة من الجليل من الجولان من النقب أدعوهم إلى القدوم بكثافة كما عودونا إلى مدينة عكا للاستمرار في دعم المواطنين العرب الذين ما زالوا يعانون من محولات المقاطعة التي يفرضها بعض المتطرفين اليهود نعم إلى بلدهم بشكل عام أيضا ربيع أعود إليك وبدأت بالحديث عن سياسة شبيهة أيضا في الخضيرة أيضا في نتانيا أيضا الآن في عكا ماذا تمثل هذه السياسة برأيك؟ يعني من الواضح أن هذه السياسات ليست سياسات جديدة ويتمثل برأي محاولات فصل عنصري من قبل السلطات المحلية نعرف أنه في كثير أو معتدين على السياسات العنصرية المركزية مثل قانون قبل كنيزة وإلى آخره ولكن أيضا من المهم أنه ننتبه لمحاولات الفصل العنصري على مستوى السلطات المحلية هاي مش محاولات جديدة عم نشهدها بتتزايد في السنينة الأخيرة إن كان في عكا مؤخرا بخديرة مثل ما حكيت نتانيا عفولي اللي هي كلها مناطق اللي بتتمتع في حيز عام اللي حرمت منه البلدات العربية في الداخل بتتمتع في حضائف في ميزانيات لتطوير المساحات العامة اللي كثير مرات ما عندنا بلداتنا العربية ومن الطبيعي طبعا أنه يكون فيه عندنا الحق الكامل المنالية لهاي المساحة نعم هي أرض السكان وهي أرض للجميع وأرضنا شكرا لك المحامي ربيع إغباري من مركز عدالة أعود إليك سامي طرحت البلدية حلول بديلة للحلول المطروحة ما هي طبيعة هذه الحلول؟ يعني تقول بلدية تعكّى بأنها تمنع دخول الناس غير المتطاعمين إلى الشاطئ ولا أعرف بأي ميكانيكي أو بأي آلية سوف يستطيعون عمل أو فحص الناس الذين ينون الدخول إلى شاطئ مدينة عكا ولكنها تقوم أيضا بمنع البساط ومنع الحافلات من دخول المدينة بشكل قاطع وبشكل مانع وهي تختار البساط التي يكون ركابها من الضفة الغربية فلا أعرف إذا كان هذا الحل الذي اقترحته البلدية هو حل عملي أو غير عملي نعم ما أهمية النشاط الفلسطيني العربي داخل هذه البلدات أيضا للمحافظة على هوية المكان وعلى طبيعة البلد طبيعة عكا معروفة وتاريخها معروفة وهويتها معروفة وهناك صراع لا زال محتدما حول هذه الثوابت التي ذكرتها نحن في مدينة عكا لازلنا صامدون وأرجو من جميع المواطنين العرب سواء في داخل البلاد وخارجها أن يستمروا بالقدوم إلى مدينة عكا وزيارتها ودعم سكانها حتى نستمر بالوقوف بوجه هذه المحاولات الرامية إلى اقتلاعنا من مدينتنا من مدينة أبائنا وأجدادنا نعم ما المتوقع في الأسبوع المقبلة برأيك الآن في رسالة من مركز عدالة يوجد أيضا نشاط من قبالكم أيضا داخل البلدية هناك أعضاء بلدية عربة الذين يواجهون مخططات البلدية ما المتوقع في الأسبوع المقبلة يعني الصيف لازال موجودا والحر شديد يعني أعتقد بأنه أعضاء بلدية عكا العرب نتمنى سماع صوتهم سواء كان مع أو ضد قرار البلدية نحن المواطنين نرغب فعلا بسماع صوت أعضاء البلدية العرب وأن يشرحوا لنا ما الذي حدث بهذه القضية أنا أعرف بأنهم يواجهون ضغوطا كبيرة ولكنهم في موقع مسئولية هم اختاروا أن يكونوا في هذا الموقع وبناء عليه يجب أن يتحملوا هذه المسئولية ما الذي يجب أو ما الذي متوقع حصوله يعني أعتقد بأن بلدية عكا قد تسلقت سلما عاليا أو شجرة عالية وأقترح عليها أن تجد طريقة للنزول عن هذا السلم لا أقترح أو لا أرغب بأن يتم صبغ مدينة عكا أو بلدية عكا بصبغة عنصرية أو بصبغة قومجية تعمل على نشر الكراهية وفصل الناس عن بعضهم البعض نحن نرغب بأن يأتي العرب واليهود والأجانب إلى مدينة عكا نرغب بأن يتقبلهم المواطنون العرب بابتسامة جميلة وأن يحظوا بكل الخدمات السياحية الموجودة في هذه المدينة نحن نقوم بإرشاد السياح إلى كل هذه الخدمات وأرجو من الجميع ممن يرغبون بالتواصل معنا ونحن موجودون في خدمتهم ومن أجل التسهيل عليهم شكرا لك على أمل أن تصل هذه الرسالة لأهلنا في الضفة وفي القدس شكرا لك سامي هواري مستشار إعلامي من عكا على ما يبدو الإنسان لن يتأقلم مع هذا الحر الشديد الناتج عن الاحتباس الحراري ولكن ماذا عن الحيوان؟ الزميلة نسرين حسن تجولت في حديقة الحيوان وأعدت لنا التقرير التالي تتميز حدائق الحيوانات في إسرائيل بتنوعها وتهيئة الظروف المناسبة للحيوانات حيث يتم وضع المياه الباردة بشكل مستمر خلال اليوم لتبريد أجسد الكائنات الحية بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة إحنا إجت علينا موجة حر كثير قوية طبعا إحنا في هذا الحم الموجود إحنا كنا مهيئين الحديقة طبعا لهذا الإشي عندنا مثلا في الحديقة لكل حيوان تقريبا في برك غير البرك الموجودة طبعا عندنا طبعا رشاشات اللي إحنا بنشغلها كمان فيه للناس للتبريد وانت ماشي طبعا فيه رشاشات فيه عندنا البرك اللي هي بتبرد فيه طبعا في البيوت عندهم بس نفوتين يناموا فيه هناك كمان مكيفات يعني كل إشي كان عندنا موفر لأنه إحنا هيئنا حالنا من قبل لهذه الأمور تستورد إسرائيل بعض الحيوانات من موطنها الأصلي في الخارج وتعمل على تربية الفيلة بالإضافة لحيوانات مفترسة بشكل لا يهدد حياتها الطبيعية أو فرض أقفاص ضيقة للعيش فيها حيث تشدد القوانين على عدم حبس الحيوانات بشكل مهين لأول ما كانت الكورونا وخلصت إحنا شفنا طبعا أفواج أفواج من الناس اللي عمالي تيجي زي الناس كانت محصورة وطلعا لذلك صراحة الحديقة ما في ذيط في هذا الوقت كانت دايما ملانية إحنا من قبل حوالي جمعتين الإشي خف عنا كثير طبعا إحنا عارفين لأنه في موجة حر كثير قوي كله بروع على البحور كله بروع على البرك وإجت الكورونا كمان شوية الناس بيتخاف إحنا عنا اليوم هنا محل مفتوح فيه حوالي قريب الثلاثين دونهم اللي الناس اللي عمالي إسه ترجع تيجي لجاي لأنه المحل مفتوح المجال أكبر والنسبة للكورونا ما في خوف كثير عنا تشهد حدائق الحيوانات إقبالا واسعا بعد الإنقطاع الذي فرضته جائحة كورونا لينعم الأطفال اليوم برحلات ترفيهية ضمن زيارات برفقة العائلة أو الصفوف المدرسية للتعرف على الحيوانات مما يخلق مناخا مميزا للتنزه في هذه الحدائق ويرجع الحياة الاعتيادية لما كانت عليه يعمل كيرين كايمت لإسرائيل أو الصندوق الدائم لإسرائيل أو ما يسمى الكاكال على تسجيل آلاف الأملاك الفلسطينية في الدفة الغربية والقدس في إجراء سيؤدي في بعض الحالات إلى تهجير فلسطينيين يسكنون فيها وفي إطار هذا المخطط ستتم دراسة 530 ملفا توثق صفقات في مراحل مختلفة لشراء أملاك في الضفة و2050 في القدس المحتلعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حول هذا الموضوع ينضم وليك دكتور سليم بريك محاضر بالعلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية أهلا بك دكتور سليم أولا لنبدأ بشكل عام كيف تعمل منظمة أو مؤسسة كاكال على الاستلاء على الأراضي سأل خير لك مريم والجميع عشان نفهم شغل الكاكال المنظمي نفهم كيف تأسسات الصيونية وكيف رأى هرتسل هرتسل شاف شغلتين مهمين جدا أولا الشرعية الدولية وطبعا التنسيق مع الدول العظمى والقضية الثانية طبعا هي التخطيط أو العمل على الأرض والكارن كيمة هي عمليا أتت لتجيب على هذين التوجهين أولا من ناحية الكارن كيمة القيمة من سنة 1901 فكر بالكونغرس الخامس للحركة الصيونية لتجميع الأموال وشراء الأراضي قدر مستطاع في البداية كان الهدف طبعا إسرائيل الكبرى أي ما يعني غربي النهر الأردن وشرقي نهر الأردن والعملية الثانية طبعا اللي كانت المفروض تكون فيها هذه الكارن كيمة هي طبعا توسيع التحريش وبناء المستوطنات وتوسيع الكيبوتسات والمشابيم اللي كانت من فترة ما قبل قيام الدولي بعد قيام الدولي بال53 طبعا مر قانون اللي بنظم عمل الكارن كيمة في داخل دولة إسرائيل طبعا هنا في حالي اللي هي غير موجودة في أي دولة أخرى اللي هي فيها منظمة معينة اللي هي عملية منظمة خاصة شركة خاصة من ناحية قانونية هذا وصفة التي تستطيع أن تعمل ما تشاء في داخل نطاق دولة التي ترى نفسها كدولة ديمقراطية بشكل غير ديمقراطي مثلا لنوضح الأمور يعني نجب لك مثال بسنة لألفين واربعة قررت كارن كيمة معارضة أي محاولة لبيع أو تسويق أراضي في كرمئيل أو بيوت في كرمئيل للعرب طبعا المحكمة العليا قررت أو مستشار قضائي للحكومة قال في 2005 أنه هذا غير ديمقراطي ولا يستطيع أن يمر في بقات والكارن كيمة تهددت لأن في هذه الحالي أنا سأفض علاقاتي مع منها الميكاركعي إسرائيل طبعا في الواحدة والسيطين مر قانون اللي بنظم العملية بين كارن كيمة منها الميكاركعي إسرائيل وهو غسل إذا ممكن نستعمل هذا المصطلح غسل أراضي الدولة وتحويلها لأراضي يهود باعتبار أنه كانت كيمة إلى اليهود فقط وبهذه الطريقة تمتنع الدولة من إعطاء أراضي للعرب باعتبار أنه هذه أراضي يهود وطبعا أكثر شغلي دقيقة في هذا الموضوع كانت عندما في نهاية ولاية يتسحق شمير هو نادى على مدير كارن كيمة لجلسة سرية جدا فاجأت مدير كارن كيمة نفسه وقال له شمير أنه أنا راح أعطيه كل أراضي الجليل أراضي يهود أراضي كارن كيمة لا تستطيع القرى العربية أن تطالب بتوسيع خرائطها نحن نفهم اليوم من أين أتت هذه المشاكل في توسيع القرى والبلدات العربية طيب بشكل عام وكما تحدثت الكارن كيمة تعمل داخل نطاق الخط الأخضر يعني داخل حدود إسرائيل التجديد هنا هو دخول أراضي فلسطينية المصنفة أو المصنفة به ضمن على الأقل عملها يعني أنت تقول لها استراتيجية ولها رؤية بعيدة ولكن عملها كان على الأقل داخل الخط الأخضر يعني هذا التوسيع يعني كيف ما أسبابه وإلى ماذا سوف يؤدي أولا كانت هدفة شراء أراضي في كل مكان تستطيع أن تشتريه أحيانا حتى شراء أراضي في سوريا ولكن ما حدث عمليا أن المفاوضات وانتفاق أوسلو لم يوثق كل الأمور التي تتعلق في قضية الأراضي وفي قضية الملكية وكلها الأمور فبقيت أقسام من الأراضي نحن سمع منطقة سي حسب اتفاقيات أوسلو التي ما زال الأغلبية في أغلبية اليهود في إسرائيل يرون بأنه يجب السيطرة على هذه الأراضي وعمليا بدأت من 2012 مخططات الهدف منها تخفيض أسعار البيوت في دولة إسرائيل بالاعتماد على اكتطاع أراضي من منطقة سي وتحويلها لأراضي بنا الكيران كيمة التي هنا طبعا وظيفة كبيرة جدا باعتبارها تحصل على الأموال وتشتري وهنا النقطة الثانية التي تحكي عنها هي قضية الشرعية أي أنها كان كيمة الدعبة أننا اشترينا أرض من العرب ولم نأخذها بالقوة عنوة يعني اشتريناه ودفعنا ثمنة وفعلا مثلا سنوات قبل كيمة الدولي كان يشتروا أراضي في الجليل وفي النقب وفي منطقة الخذيرة وكل هذه الأماكن كان يشتروا فيها أموال لكي يحصلوا على نسبة معينة من الأراضي مشترى وهذا يعطي شرعي إلى كل السيطرة والاستراء على الأراضي حاليا تقوم كيمة بعمل مكثف منطقتين اللي هي هدف اليوم للحركة الصيونية شرقية القدس والضفر الغربي باعتبار أنه الآن لا توجد مقاوضات مع السلطة الفلسطينية وربما السلطة الفلسطينية لا تستطيع أن تقاوم هذا النشاط للكيرن كيمة ومن ناحية يسيطر على الكيرن كيمة الآن أحزاب اليمين المتطرف بإسرائيل ولذلك هذا يغير الأجندة وتستطيع عمليا من ناحية القوانين الإسرائيلية أن تحاول الشراء الأراضي في أماكن استراتيجي وتوسيع سيطرة إسرائيل مستقبلا على ما يبدو القوانين الإسرائيلية لا تكفي لوقف هذا التوسع كيف يمكن قانونيا مناهضة هذا التوسع ومنع الكيرن كيمة من هذا الانتشار الحقيقة أنه سؤال الصعب لأنه أنا أعتقد أنه لكي نمنع في طريقتين الطريقة الأولى عن طريق القوانين الإسرائيلية والقوانين الإسرائيلية الآن تتماشى مع أهداف الحركة السيونية وأهداف دولة إسرائيل وهي التوسع على حساب الطفل الغربي ولذلك أنا لا أرى عمليا طريقة حقيقية لمقاومة توسع الكيرن كيمة طبعا هي تستطيع دائما أن تدعب أنها تشتري أملاك أو أراضي خاصة وتدفع ثمنها ولذلك هذا أمر لا يخالف القوانين طبعا من ناحية على الصعيد الدولي ممكن أن تقوم السلطة الفلسطينية مثلا بالتوجه لأوروبا أو لراعي ما كان مفاوضات في الماضي وأن تطالب بأن هذا يمنع إقامة دولة فلسطينية أو حل الدولتين في المستقبل وهذا يتعارض مع ما تصرح به كمان الدول الأوروبية وكمان الولايات المتحدة ولكن طبعا زي ما نحن نعرف لا نعول كثيرا لا على الدول الأوروبية ولا على الولايات المتحدة نعم ولكن الآن هناك تحرك دولي هناك منظمات تقول بصريح العبارة أن هناك فصل عنصري هناك أبرتهايد ربما هذا قد يساعد على الأقل دوليا أنا كان بدي شاركك هذا التفاؤل في هذا الموضوع الفصل عنصري نحن نعرف مثلا من إقامة الجدار العازل في 2004 بشكل واضح وكل من يرى الجدار العازل أنا قمنا كام شهر في القدس وصورت للطلاب تبعي الجدار العازل يفصل بين البيوت بين الأخوافه في شرقية القدس وكيف العمال يتسلقوا على الجدار ويقفزوا للجانب الثاني علشان يقدروا يشتغلوا ويعيشوا فإذا كان حدا يحكي عن الأبرتهايد والفصل عنصري فهذا هو الفصل عنصري ولكن نحن نعرف أن المواقف الأوروبية والمواقف الأمريكية ليست مواقف أخلاقية في هذا الموضوع هناك أحاديث على محاولة وقف الكيرينكينت بكونها عمليا تأتي ضد حل الدولتين وربما بعض الجهات ربما الأوروبية ما زالت تؤمن بضرورة حل الدولتين حتى لو لم تكن الدولة الفلسطينية كما يريد الفلسطينيين ولكن من ناحية ثانية باعتقاد أن اليوم دولة الإصلايا موجودة من ناحية ديبلوماسية بوضع قوي جدا ولا أعتقد أن التحرك الأوروبي كافي للجم الكيرينكينت شكرا لك على هذه المعلومات دكتور سليمي بريك محاضر بالعلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية شكرا لك إلى هنا وصلنا إلى نهاية فانوراما تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وكونوا بخير تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي